تقف أم نادر على تنورها المتوقد لساعات شيئا من الخبز تسد رمق أولادها السبعة وشيئا تبيعه لسكان قريتها المنكوبة ففي الطالعة التابعة لناحية السد العظيم من النادر أن ترى بيتا لم يدمره الإرهاب تحكي قصة وطن ضاع بين الركام وضعيتنا والله نتعشى ما نتقدى أخبز الخبز لهذا الهذاك أقنحهم بالخبزة والله بيت ما عندنا راتب ماكو عيشتنا وضعيتنا حل تعبانا وأطلب من المساعدة من الخيرين جاء لي كلهم مصابين هالسا واحد عنده ساح شاضية هنا وشاضية بصفحته وإذنه طبعا ما لإذنه شقة هالسا عملته بفدنا والبيت محترق واقع هم يدوا واعش حرقو لا 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 تعويضات لا لا راتب له كل شيء الله وكيلك وبيوت نهست ملايا ما بطالة ما عندك قرأة بنيات ثلاثة ولا راتب ولا كل شيء قرأة الناس تحسن علي فالرجال هنا يعجزون حتى عن ترميم غرفة تأوي أسرهم المشتتة وتعويضات طال انتظارها لأكثر من أربع سنوات لا أعمار بيت كل شيء ما انطلتنا من ما انطل الله ورسوله كل شيء ما شفنا من الحكومة يعني نطال من الحكومة شوف تيجي وضع الناس شوف هالبيوت الرايحة هاي اكثر من خمسة واربعين بيت عوائل ما تمتلك بيوت كلها هنا قاعدة ما انطلها هاي بيئة خيم وبيئة لا بيت ولا شيء سونا معاملات سونا معاملات خايا بيها نقص خايا ماذا شن هو هاي ابو فلوس مشت روتين يعني اثناء تقديم المعاملات حتى تبدأ المعاملة من الناحية وإلى بعقوبة وثم إلى رأس الوزراء وحقيقة حتى المبالغ اللي تأتيها غير مجزية وخمسين بالمئة من القيمة قيمة الدور وإلى دائرة التعويضات تتكدس رزم المعاملات بعضا فوق بعض يعصف الروتين الاداري وطول نفس الحكومة حاجة العائدين من النزوح لسقف يستر عوائلهم احمد الرسام قناة الرشيد ديالا